مرحبا بكم أبنائي وابناتي درسنا اليوم ينذرج في خانة دروس مادة التربية الإسلامية مكون القسط أهداف هذا الدرس يجب أن أتعرف على حقوق الغير أحترم حقوق الغير لنلاحظ جميعا هذه الوضعية جاركم علي رب أسرة يمضي وقته بين العمل والمقى لكنه عند عودته إلى البيت يحمل هاتفه ليتفاحص المواقع الإلكترونية دون أن يخصص وقتا للجلوس مع أسرته وتفقد أحوالهم ما رأيك في سلوكه؟ نعم مرضمكم لن يتفق مع هذا الوضع لكن سنرى كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحالات المشابهة لوضعية علي لنقرأ هذا النص زار سلمان الفارسي أبا الدرداء رضي الله عنهما فلاحظ أنه يكثر من العبادة ويهمل حقوق أسرته فنصحه قائلا إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي لكل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان هذا النص مقتطف من صحيح البخاري كتابي الصوم إذن ماذا لاحظ سلمان على أبي الدرداء رضي الله عنهما نعم لاحظ أنه يكثر من العبادة ويهمل حقوق أسرته بماذا نصحه؟ نصحه بأن يعطي لكل ذي حق حقا ماذا كان تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصيحة سلمان؟ بالفعل فقد صدق سلمان أي وافق على رأيه ما هي حقوق الغير التي وردت في القصة؟ بالتأكيد حق الله وحقه النفس وحق الأهل نعم إذن نستنتج من النص السابق ما يلي على الإنسان أن يوازن في حياته بين احتياجاته الشخصية وحقوق غيره فهو مطالب أن يعطي لربه حقه وذلك بعبادته من صلاة وصوم وزكاة وحج إلى آخره وكذا شكره على جميع النعم ولنفسه حقها أيضا كيف ذلك؟ بالحفاظ عليها من خلال ممارسة الرياضة التغذية السليمة بالإضافة إلى اجتناب المخدرات وكل ما يضر الصحة وإراحتها أي توفير قسط من الراحة لها دون تفريط أو إفراد وكذا تطويرها بالعلم والاطلاع على كل جديد كما أن أنه مطالب أن يعطي لأهله حقوقهم وهنا المقصود بالأهل الأسرة الأقارب العائلة الجيران الأصدقاء وذلك بالسؤال عن أحوالهم ومساعدتهم إن احتاجوا للمساعدة وكذا تقديم النصيحة لهم إنهم ضلوا الطريق إذن أختار الجواب الصحيح مما يلي لأتأكد من أنني استوعبت ما جاء في الدرس تعارضت حقوقك وحقوق والديك ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل سأقدم حقوقي على حقوق والدي أقدم حقوق والدي على حقوقي أو سأوفق بين حقوقي وحقوق والدي أكيد سأوفق بين حقوقي وحقوق والدي هو الجواب الصحيح سأضع بين أيديكم وضعية تكتشفون من خلالها مدى تحقق الأهداف المسطرة في بداية الدرس وهي كالتالي السند يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 36 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنبي وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم الوضعية هي كالتالي أخبرك صديقك أنه غير ملزم بمساعدة أحد غير والديه باعتمادك على السند السابق بيل لصديقك خطأ رأيه شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء قريب إن شاء الله موسيقى